وللمتابعة ينضم إلينا من واشنطن قادم الوائل الباحث في الشؤون الأمريكية سيد قادم يعني إذا كان هناك رفض من الدول الغربية الحليفة للولايات المتحدة لفكرة الخروج من الاتفاق النووي فماذا سيكون رد الفعل لهذه الخطة الأمريكية؟ نعم مساء الخير طبعا الدول الأوروبية هي دول حليفة للولايات المتحدة الأمريكية ونعم هي أبدت رفضها لخروج أمريكا من الاتفاقية ولكن سوف تدعن للأمر الواقع لأن هذا سيكون أمر واقع ولذلك نعم الإدارة الأمريكية تستمع إلى نصائح زملائهم في الإدارات الأوروبية ولكن عندما يأتي إلى الملف الإيراني أمريكا تتمتع باستقلاليتها لأن أمريكا ليست توحدها يعني تعمل بهذا المجال معها إسرائيل مع بعض الدول العربية لدفع أمريكا لإحتواء إيران وجعلها ضعيفة وكذلك نزع السلاح النووي التي تملكه إيران ولكن المسألة عزيزي أن إيران لا تعي أهمية وجدية الإدارة الأمريكية إدارة ترامب إدارة ترامب ليست إدارة براك أوباما إدارة ترامب تختلف وترامب يريد أن يفعل شيء يختلف عن أسلافه لا ننسى هناك سبع رؤساء زامنوا الثورة الإسلامية الإيرانية وزامنوا النظام الإيراني الحالي ولم يفعلوا أي شيء باتجاه إيران فترامب يريد أن يفعل شيء حتى لما يخرج من رعا سياه ولكن إيران تقول أنها أخذت تطمينات خلال جولة وزير الخارجية الإيرانية الأخيرة إن كان في الغرب أو من الصين وروسيا نعم التطمينات من صين والروسيا صين والروسيا ليست لديها أي تأثير على أمريكا سوى استخدام حق الفيتو أما الدول الأوروبية أعتقد أنها تتفاوض مع أمريكا وستأخذ الجانب الأمريكي لا ننسى الاتصالات بين أمريكا وبين فرنسا وبين بريطانيا وبين ألمانيا على قدم وساق منذ يومين بدأت الاتصالات وأعتقد أن هذه الدول ستدعن وستوافق على الأمر الواقع الأمريكي برأيك كيف تضغط واشنطن على الدول الأوروبية الحليفة لا كيف تدعن لهذه الخطة كل مثلما بني الملف دارة بوش ضد العراق وأيام إسقاط النظام العراق أيام إسقاط نظام صدام حسين قالوا لأوروبا بأيام قرهد شرودر وأيام فرانسو متران عفوا جاك شراك قالوا لهم إذا لم تكونوا معنا فلا تكونوا ضدنا كونوا على منطقة الحياد أمريكا لا يضرها شيء إذا تحيدت أوروبا أو أصبحت جزء من التحالف ولكن أنا أستبعد من أوروبا أن تأخذ الجانب المعاكس والمغير إلى أمريكا شكرا سيد قادم الوائلاء الباحث في الشؤون الأمريكية كنت معنا من واشنطن شكرا